ممكن نحط كمان معلقة وممكن نحط شوية كربونات كمان هلأ هاي المضمضة كتير ممكن كربونات أو ممكن نحط عشان الطعمة شوية مأورد اليوم أفكارنا حلوة وغريبة دايما مع سميرة كيلاني عن صحة الأسنان نسعد صباحك صباح الورد كيف حالك دانا نذكر الله حدوله يعيش ويتعلم كل يوم لو معلوماتك بسيطة بس بتكون عملية ومفيدة بحياتنا اليوم نتحدث عن العناية بالأسنان من مواد بسيطة بالضبط صباح الخير لكل اللي بشوفونا طبعا اليوم الأفكار ما بتغني عن زيارة الطبيب طبعا هي مش معلومات طبية هي معلومات خلانا نقول في شغلات منها من التراث في شغلات منها من التجارب العملية بس كلها مواد موجودة عندنا في البيت متوفرة والتالي رح تعطينا صحة أفضل للفم والأسنان ذا ما هو معروف أنه أكتر ما كان فيه بكتيريا بالجسم تخيل لدانا هو الفم الفم كتير فيه كمية بكتيريا وسبحان الله حتى اللعاب اللي بيكون في تمنا هو مصنع من مواد رائعة جدا ربنا خلقها عشان تساعد على الهضم عشان التنظيف عشان كلها رح تنزل على أمعائنا وعلى جسمنا فبتكون كل مواد موجودة هلا إحنا لأننا عم نستعمل كتير مواد كيموية في حياتنا زي مثلا تلات شغلات كتير مهمين نستعملهم وكتير ضئلهم أضرار على المستوى البعيد أول إشي الغسول أنا بنصح للمشاهدين أنهم ما يستعملوا الغسول لليعملوا تمهم أو يتمضمضوا في تمهم لأنه الغسول بيحتوي على مواد أول إشي فيها مواد كحولية بتنشف التم بتحسي بس تمضمضي بتنشف التم طب شو فوائدوا ليه موجودة؟ هلا هو بيعملوا عشان مثلا نغير ريحة الفم إنه ريحة الفم مش مستحبة ما يعقم؟ هو بعقم أكيد لأنه معه كحول بس في مواد تانية كتير أحسن ممكن تكون ممكن تسد عنه وهو المشكلة فيه كمان إنه بيقضي هلا الفم في بكتيريا نافعة هاي اللي بتساعد وفي الأنزيمات الموجودة بتساعد على الهضم بتساعد حتى على تعقيم التم فإحنا لما نستعمل الغسول بيقضي على البكتيريا النافعة والبكتيريا المش نافعة طب فيه بديل؟ طبعا فيه بديل هلا رح نحكي عن البدائل كلها أول إشي الغسول طبعا حاولوا ما تستعملوا ما رح يزعلونا دكاترت الأسنان؟ يعني أنا فنيت أسنان أصلا زميلة يعني فلا فيه شغلات يعني فيه شغلات كتير أحسن أظن إنه الطبيب اللي عنده ضمير رح يفكر بمصلحة مريضه كمان وشغلات يعني كتير ما بدناش نروح للتجارة بس شغلات طبيعية كتير أحسن عشان المأخذ إنه بتنشف بيقضي على البكتيريا الجيدة طيب الإشي الثاني اللي هو معجون الأسنان معجون الأسنان برضو بيحتوي على كمية كبيرة من الفلورايد وهم بقولك الفلورايد بيكافح تساوز وكذا بس الفلورايد مادة على المدى البعيد مو كويسة وخصوصا أول إشي الفلورايد مادة بتأثر على الغدد اللي عندنا في الجسم كمان في مادة الاس الاس اللي هي المادة اللي بتعطي رغوة يعني نفس المادة اللي بدوى الجلي خلينا نقول عشان نقرب لهم ياه اللي بالشامبو موجودة عشان تعطي الرغوة وعشان تعطي الطعم الحلوة كمان فكمان إذا عندكم أطفال صغار هاي نصيحة ما تستعملوا لهم معجون الأسنان في فلورايد لأنه ممكن يبلعوه تمام إحنا سميرة عشان نقسم الوقت صح ونعمل اللي موجود معنا خمس دقايق فأنتي بدك تعطينا لسه كمان وصفات هلأ بنعطي كمان شغلة برضو الخيط برضو في خيوط بيكون إلهانكات وبتكون ضرة كمان للأسنان الخيط برضو أنت ضد الخيط الخيط إذا كان مثلا ما في كتير معطرات لأنه ممكن كمان يجرحنا فممكن هاي المواد المكون منها أنها تفوت لجسمنا هلأ من أهم الشغلات الممكن نستعملها حتى نحافظ على الأسنان ما يسودوا نستعمل المصاصة يعني مثلا ممكن هلأ الشاي والقهوة مثلا بيكونوا سخنين ما منقدر بس العصير مثلا أي شي فيه لون نحاولوا تشربوه بالمصاصة بحافظ على لون الأسنان ثاني شغلة ممكن نشر الموز من جوه كمان يساعدنا على أنه ننظف أسناننا يعني ممكن بس خلصوا الموزة بالجهة الداخلية من الأشرة برضو ممكن نعمل فيها أسناننا الفراول من الأشياء الرائعة جدا كمان لطبيض الأسنان هلأ رح نعملهم غسول بدال الغسول اللي إحنا يعني نصحناهم ما يستعملوه هون عندي أنا كبش قرنفل غلته بشوية مي تمام هيك بيصير لونه كبش قرنفل من أحسن الأشياء أصلا معقم كمان بيخفف وجع الأسنان يعني اللي عنده وجع بسنانه بقولوله تمضمض بكبش قرنفل أو حط لها الصباح كان عنك أنا وغادع كبش القرنفل بنحكي أنه أشياء ممكن تبعد البعوض وكنت حكيت لنا عن كبش قرنفل مضبوط صح صح كبش قرنفل كتير ممتاز هذا غليته ونقعيته بالضبط غليته نبارح بالليل وخليته طبعا منقوع هون ممكن نضيف كمان عيدان القرفة منحطهم من الأشياء الرائعة جدا جدا لتعقيم الفم هي والملح الملح حتى زمن كانوا يتمضمضوا أي ملح أو خشان أحسن؟ هلأ الملح الخشان أحسن طبعا ممكن ملحة ملاية برضو نستعمل ممكن نحط كمان معلقة وممكن نحط شوية كربونات كمان هلأ هاي المضمضة كتير كيف تطعم تكون؟ ممكن كربونات أو ممكن نحط عشان الطعمة شوية مقورد أوكي ها فممكن نحطها بهذه الطريقة طبعا منحركهم مميح منصفي طبعا من كبش قرنفل بعدين ممكن نتمضمط في الصبح نتمضمط في أي وقت بدنا حتى بتحسوا فورا صار له ريحة حلوة زمان كانوا يستعملوا ورق الزيتون مع الشبة مع شوية ملاح عشان اللي عنده حتى نزيف باللثة الشبة بتشد طبعا ما تبلعوها وتكون شبة طبيعية مش مصلمة الشدة فورا بتشد اللثة وورق الزيتون بعقم والملح طبعا أحسن الأشياء اللي بتعقم طبعا عشان حطيتي كربونات ما في خطورة شو فايدتها ليش حطيتي كربونات؟ الكربونات أصلا فيه مثلا مستحضرات أو معاجين أسنان مصنوعة من أهم الأشياء اللي فيها هي الكربونات هلأ رح يقولولي بتقضي على المينة تبعية الأسنان وبتقضي استعملوها بس بدون إسراف هلأ ممكن خلنا قول مرة ومرتمل بس شو فايدتها إذا حطيناها؟ بتبيض وبتقيمل الكلس اللي بيكون موجود بالأسنان آخر إشي رح نحكي عنه هو المضمضة بالزيت هلأ المضمضة بالزيت هي من الأشياء الكتير قديمة بالأيروفيدا علم الأوريفيدا الهندي المضمضة بالزيت ممكن نبدأ فيها صباحنا قبل حتى ما نعمل أي شيء نعم ممكن نأخذ معلقة من زيت جوز الهند ونأخذ معلقة صغيرة منبلش بمعلقة صغيرة بالأول ومنبلش نتمضمض نخلي زيت جوز الهند يفوت بين الأسنان وورا اللسان وكله نعمل عشر ثواني من ريح عشر ثواني ممكن نبدأ بنص معلقة صغيرة بعدين نزيدها ممكن لحد مثلا ربع ساعة ممكن بهذا الوقت احنا عم نتمضمض نروح مثلا نمشط شعر نأخذ شاور أي شيء منحضر مثلا أغراض الأولاد أو السندويشات بعدها منطلع كل شيء بالزيت هذا إذا الزيت جوز الهند يعني بنصح أنه نحطه بوعاء ونكبه برا ما ينزل بالمصرف لأنه بيجمد إذا الزيت سمسم مثلا رائع جدا زيت زيتون ممكن أي زيت عندكم طبعا قابل للأكل ممكن أنه استعمله طبعا المضمضة بالزيت شو فائدتها بتعقم الفم وبتعقم اللسان بتمنع تسوس الأسنان بتخلصنا من الجيوب تخيلع مستوى الجسم كله ممكن تخفف الصداع النصفي ممكن بتقيم كل سموم من الجسم هذا كل قدية كل يوم ممكن هذا كل يوم يعني ممكن يكون بروتينكم اليوم يتبلشوا شوي شوي تبلشوا مثلا دقيقتين ثلاثة بكمية صغيرة بعدها بتصيروا تزيدوا تزيدوا ولا تصير ربع ساعة هاي من أهم الأشياء بعلم الأوريبيدا زيت جوز الهند زيت سمسم كثير منيه أو زيت مثلا زيت زيتون بس هو زيت جوز الهند أحسن إشي لأنه مضاد للالتهابات ومضاد للفطريات هاي الطريقة كتير ممتازة رح تحسوا بصحتكم كتير رح تتحسن حتى اللي عندهم حتى حب شباب ممكن يخف دائما تطلعوا اللي يعني بعد المضمضة عفوا يعني على الموضوع بس طلعوا ما تخلوا ولا إشي لأنه بيكون في كمية سموم ما بتتخيلوها وهاي من أحسن الأشياء إنه نحافظ على صحة أسناننا طبعا ممكن كمان تعملوا معجون أسنان ما بعرف إذا في معنا وقت نعملوا على سريم ضايل دقيقة أوكي ممكن نعمل معجون أسنان بمواد كتير بسيطة برضو رح نستعمل أساس هيكون زيت جوز الهند تمام أوكي والإشي التاني اللي رح نستعمله شوية ملح برضو الملح كتير ممتاز إنه نحافظ كمان على صحة الأسنان الأسنان الإشي التالت اللي رح نستعمله ممكن شوية فحم هلأ رح يستغربوا الناس من الفحم بس الفحم رائع جدا حتى لطبيض الأسنان صار يومون أسود أسنان من الفحم بالضبط ممكن نستعمل الفحم لأنه هذا طبعا فحم معمول من إشر الجوز الهند يعني بحرقوه بعدين باخدوا منه هاي المادة هذا فحم طبي طبعا مش الفحم التبع الأرقيلة ديروا بالكم وممكن بهاي الطريقة هيك عملنا ممكن نحلي شوي بزيت نعنع إذا بدنا نعم ومنستعمل مثلا فرشات أسنان كون معمولة من البمبو أحسن إشي أحسن من البلاستيك ومنستعملها ومنفرش أسنان بهاي الطريقة أزان زيت جوز هند حطينا شوية ملح وشوية من الفحم النشط الطبي هاي بهاي الطريقة رحت آخر نصيحة أو فكرة ولا إشي أهم إشي دائما بقولك الأسنان السن الحقيقي أو الطبيعي زي الألماسة يعني مهما كان وضعوا حافظوا عليه ديروا بالكم على أسنانكم وما تلجأوا كتير للجراحة التجميلية عشان الأسنان طبعا السن الحقيقي ما بتعوض أبدا شكرا سميرة نورتي ناتك الفعاق